الكتابة حضرتك أشارتي إلى نقطة مهمة جدا ويمكن كل علماء نفسه دكاترة الأمراض النفسية بيكتبوا دايما عن الموضوع ده أو بيقول دايما عن الموضوع ده إنه الكتابة أحيانا بتخرج المشاكل وبتعالج يمكن ويتخلي الإنسان يطلع كل اللي جواه والطبيبة المعالجة لسلمة في رواية حضرتك نصحتها بنفس النصيحة المين شوية عن الجزئية دي هي الرواية أساسا هي لها علاقة بالكتابة كنوع من العلاج ويعني كأنها وسيلة للتعافي والشفاء من خلال شخصية سلمة هي سلمة بتفهم الماضي من خلال كتابته هي الطبيبة بتطلب منها إنها تكتب بس ذكريات تدون أفكار حوالين ماضيها لكن سلمة بتحول الموضوع لمنطقة بعد إنها عايزة تكتب رواية فده بيعقد المسألة بالنسبة لها أكتر لكن طبعا الكتابة وسيلة للفهم حتى إحنا لو تلاحظي إحنا لو في حاجات في الواقع مش فاهمينها أو في تفوتات أو مظالم في الواقع ممكن نشوفها في الواقع ما ننتبهش لها لكن لو شفناها مكتوبة في رواية في قصة تبقى لفتة جدا وبناخد بالنا من تناقضات الواقع لما تكتب بشكل فني وبشكل جميل فالكتابة طبعا بتخلينا نشوف بين السطور ننتبه للحاجات اللي كنا غفلين عنها فالكتابة في الرواية هي نوع من وسيلة تعافي ووسيلة شفاء وإيه اللي كانت سلمة طول الوقت بتحاول تهرب منه في الرواية لا الناس تقرى الرواية يعني المعالجة نفسية وكتابة وقلنا أن هي كانت شايفة في نفسها جميلة اللي معرفتش تحققها ايه ايه مشاكل سلمة ايه الحاجات اللي كانت بتهرب منها سلمة لأنا أدعو القارئ أنه يقرى الرواية يعني يعرف بقى التفاصيل المخفية في شخصية سلمة تفاصيل الشخصية كلها وكل شخصية وحاداتك بتكتبيها بتحدديها بناء على ايه طيب هو في شخصيات بكتبها بيبقى في ذهني مثلا أن سلمة هي شخصية في وضع أزمة وبتحاول الخروج من هذه الأزمة من خلال طرق معينة بالرجوع إلى بيت الأب مثلا بمواجهة الماضي لكن ممكن أكتب كتير جدا عن الشخصية لما أرسم العمل أو أبني العمل بكتشف أنه في تفاصيل زائدة مثلا يعني في بعض الروايات ممكن تتحول لكشكول شخصيات شخصيات مهمة وبرزة جدا وواضحة لكن البناء نفسه أو بنية الروايات نفسها فيها مشكلة لأن الشخصيات مش متدخلة معا بشكل فني أو العمل ككل فيه مشكلة ما فبيحدد بالنسبة لي كمان بنية العمل ايه اللي ممكن يتحزف من الشخصية ايه الرطوش اللي ممكن تبقى بسيطة مش لازم أكتب كتير جدا عشان أبلور الشخصية ممكن أبين جوهر الشخصية في مشهد في تفصيلة في لازمة هي بتقولها يعني عارفة زي تزهير شخصيات تعود على فكرة الإظهار من خلال المحو يعني بتمحي بعض الأجزاء وتركزي على أجزاء تانية طبعا ببقى أحاول أشوف ايه دوافع الشخصية ايه اللي الشخصية عايزها ايه اللي الشخصية بتخاف منه كل هذي التفاصيل المخاوف التحديات الدوافع لما بفكر فيها بتبدأ الشخصيات تتضح معي أكتر وراء الفردوس اسم يعني برضو يخلينا نبقى عايزين نفهم ما اللي وراء الفردوس ما وراء الفردوس ايه هو اللي وراء الفردوس يعني هو طبعا في الرواية بين يعني كل شخص في الرواية ليه فردوس هو الخاص كل شخص ليه الجنة او الفردوس من خلال وجهة نظره وازاي ممكن تبقى الحدود متلاشية بين الجحيم والفردوس يعني فيه تأولات كتير ممكن الخروج بها من الرواية فيما يخص العلاقة بين الفردوس وهذا الواقع المأزوم الموجود فيها وقدرت البطلة انها تلاقي الفردوس او العالم اللي حرتك اشارتي اليه في الرواية يعني اظن انها قدرت تفهم الى درجة كبيرة خاصة في مشهد النهاية يعني وللقر نهاية المشهد اظن ان هو بيوحي اكتر ما بيقول فاظن ان المشهد بيوحي ان هي فهمة اشياء كتيرة تخص وضعها ووضع النساء في هذا المجتمع طيب نتكلم شو عن الغلاف نتكلم شو عن الغلاف اختار حضرتك للغلاف والالوان اللي اخترتها في الغلاف والتصميم هو طبعا الغلاف يعني من خلال دار النشر دار الشروق والفنان عمر الكفراوي والحقيقة كل الاغلفة مع دار النشر ممتازة جدا ويعني بتعجبني ما بيبقاش فيه تعليقات ما بيبقاش فيه اي مشكلة خالص بالعكس بيبقى سعيدة جدا بالاغلفة الاربعة للروايات الصدر عن دار الشروق وحسيت انه هو الغلاف متماشي جدا مع رواية مع عالم الرواية سواء اللون سواء الرسمة الرفيئة بالضبط يعني لي علاقة جدا جدا بعالم الرواية فكنت سعيدة بيه طبعا جميل فكرة ان احنا نعمل تبعات اخرى او تبعات جديدة للرواية ده بالنسبة لحضرتك بيكون ككاتبة بيكون جزء من نجاح الرواية بيكون اتصال او تواصل اكتر بجيل مختلف بشباب مختلفة يمكن او بنات مختلفة ما اريدش الرواية من وجهة نظرك ككاتبة يهمني اعرف فكرة اعادة طبع الرواية بالنسبة لك بتمثلك ايه انا سعيدة جدا انها تظهر في صياق مختلف حاليا عن الصياق اللي هي اتنشرت فيه اول مرة ويمكن فيه طبعات كانت خارج مصر ففكرة انها موجودة في مصر وفي صياق روايات الاخرى الاحدث منها فبحس ان اعادة طبع كروايات مجتمعة مع بعض كانه بيعيد تقديم الكاتب لشرائح جديدة واجيال جديدة من القراء انه هما ممكن يبقى متاح لهم انهما يقروا الكاتب في اكتر من رواية واكتر من عمل يعرفوا العالم اللي موجود حاليا جايز زاي والروايات الاحدث ايه اللي سبقها ان الكاتب يقرأ في صياق متكامل من خلال دار نشر واحدة من خلال اعادة اصدار الروايات كلها مع بعضها يعني اظن ده مهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة